في طرفة عين قالوا هذا اللفظ بالنفذ نفذ تماما وهو موجود لكن أن نسمعه والذي سبق به النص النبوي النص النبوي سبق هذا الكلام بألف وأربعمائة سنة قالوا إن هذه الظاهرة أو هذه الومضة تحدث في طرفة عين نفس الكلام موجود على موقع وكالة ناسا الذين درسوا هذه الظاهرة ووجدوا فيها هذه الخاصية أنها خاطفة جدا سبحاند ينظروا والروح يقرأ وحياه في كل عصر يبهروا وخاتم الكتب التي من عند ربك بشروا سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نرحب أعزائي المشاهدين بأستاذنا الباحث الكبير الدكتور عبد الدائم كحيل في هذه الحلقة التي تدور حول قضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وموضوعنا اليوم سيدور حول قضية هامة دعونا بداية نرحب بالدكتور عبد الدائم كحيل السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرفنا بكم في هذه الحلقة برك الله فيك يقول بعض المشككون دكتور أن السنة النبوية كانت فقط كما يقول بعض المستشرقين تاريخية أو أنها مقتصرة على علوم عصرها ولم يبلغ بها الأمر أنها تتحدث عن علوم ستأتي بعد عشرات أو مئات السنين فبماذا نرد على هؤلاء كما تعودنا في بداية كل حلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أمي وأصحابي وسلم تسليما كثيرا هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالم أنا وجدت الحقيقة الظاهرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في أي كلام من كلام البشر على الإطلاق فقط في كلام النبي عليه السلام أن النبي كلماته محملة بحقائق علمية سوف تكتشف بعد 14 قرنا هذا الكلام النبوي يحمل هذه الحقائق مثال على ذلك النبي حدث الناس عن يوم القيامة وهو يعلم والله أطلعه على علم الغيب أنه سيأتي يوم ويأتي من يشكك بمثل هذه الأحاديث التي هي من علم الغيب صلى الله عليه وسلم لذلك ما هو الحل أو ماذا يعني الله تعالى كيف أكرم هذا النبي أنه أودع ضمن هذا الكلام حقائق علمية ضمن الكلام عن القيامة بالضبط تجد حقائق علمية داخل الحديث داخل الحديث نعم الله أكبر شوقتنا دكتور رمس لهذا الكلام يعني مثال على ذلك نعم تفضل عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلاة والسلام إلى اقتراب يوم القيامة نعم قال لا تقوم الساعة حتى عليه الصلاة والسلام هنا تأتيك الحقيقة العلمية عظيم حتى تعود أرض العربي مروجا وأنهارا الله أكبر قبل سنة فقط موقع بي بي سي نشر بحثا عنوانه الجزيرة العربية كانت جنة خضراء يا الله وبسبب تغيرات الطقس قالوا سوف تعود أيضا بعد دورة المناخ التي تحدث كل تقريبا عشرة ألاف سنة منذ عشرة ألاف سنة يا الله كانت تشبه أوروبا هذه جزيرة العرب التي نحن فيها الآن نحن فيها كل الجزيرة العربية سبحان الله فأرسلوا مسبارا أو يعني مركبة فضائيا لتصوير هذه الطبقات من الرمال وكشفوا عن أنهار مدفونة أحد الأنهار يمتد لألفين كيلومتر طوله في الوضع الحالي نعم مدفون تحت الرمال مدفون سبحان الله نهر مدفون مجرى نهر وجدوا بحيرات وجدوا آثار لفيلة لزرافات سبحان الله كائنات فقالوا إن الحياة هنا كانت غنية بالجنات الخضراء وكل أنواع الحياة والأنهار تجري نعم وهذه أصبحت حقيقة يقينية لأنه لدينا اليوم أدلة صحيح من علم المستحاثات أو الأحافير موجودة بالظهر وتصوير نعم وبالتالي أنا أصبح لدي يقين أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولا كيف علم بأن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا وأنها ستعود صلى الله عليه وسلم نعيد تاني الحديث دكتور أستمع إليه أو المشاهدين نعم الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة أيوة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا سبحان الله هذا يفسر دكتور أننا بنسمع الآن كمان بلاد عربية موجودة في أرض الجزيرة العربية بدأت تنزل فيها سلوج أنا رأيت على المواقع اليوتيوب على المواقع التواصل سلوج بتغطي ما كنا نراها إلا في أوروبا سلوج تغطي هل هذا إرهاصات إشارات إشارات نعم صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من عشر سنوات ينزل البرد في الجزيرة العربية البرد بغزارة هذه حبات البرد محمد الله إذن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بعلوم ستأتي وربما هناك أشياء لم نكتشفه حتى الآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر تفضل نحن الآن لدينا ما يسمونه زواج المثليين أي نعم هو شذوذ جنسي نعم ويقننه ولكن يسمونه هكذا في الدول الغربية لكي يعطوه صفة قانونية نعم في باريس نسبة زواج المثليين 13% سلم يا رب 13% نعم نعم حسب موقع فرانس 24 نعم في الولايات المتحدة في بعض المناطق تصل النسبة إلى 10% من الشعب كله حيث يكتفي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة سلم يا رب الله معفنا هذه الظاهرة قبل 100 سنة لم تكن معروفة حتى في أوروبا كانت نسبتها بحدود أقل من 1% سبحان الله وما علاقة هذا بموضوع حلقاتنا أو السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ عن هذه الظاهرة قبل 14 قرن عجيب قال من علامات الساعة وأشراطها أيوة يعني اقتراب الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء الله أكبر تعبير دقيق دقيق جدا صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله هذا يجعلك تتساءل من أين جاء النبي بهذه العلوم التي قبل 100 سنة لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بها قبل 100 سنة فقط ده علوم اجتماعية كمان نعم وتحذير لنا تحذير للأمة دعا ألا تقع في هذا الأمر سبحان الله هذه الأمر تكون بسببها سخط الله تبارك وتعالى على أهل الأرض نسأل الله أن يعافرنا نعم يا رب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحدثنا عن المرور على الصراط يوم القيامة نعم فاستخدم حقيقة علمية بحرفيتها اليوم وكالت ناسا يقولونها بنفس الحرفية الله أكبر ولكن قبل أن أعرض الحديث سأعطيك الحقيقة العلمية حبذة لو نرى تفضل ظاهرة البرق تفضل يولتي له مفاجأة قبل الحلقة بقليل هذه مفاجأة ستراها نعم إن شاء الله ذقة مذهلة في كلامي عليه الصلاة والسلام الله رحمة الله معروف أن ظاهرة البرق لم تكتشف إلا قبل 200 سنة أو 250 سنة حيث أثبتوا أنها عبارة عن شرارة كهربائية أو عبارة عن شحنات كهربائية سالبة تنزل من الغيمة تلتقي مع الشحنات الموجبة الموجودة على الأرض هنا سطح الأرض حيث يتصادم ويتولد شعاع البرق الراجع 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 نحن نرى ومضة برق ولكن في الحقيقة هي عبارة عن مرور ورجوع هذا طبعا بالتصوير البطيء من خلال كاميرا تستطيع أن تلتقط أكثر من ألف صورة في الثانية عالية الدقة الله أكبر انظر كيف يصعد البرق إلى الأعلى هذا بالتصوير البطيء سبحان الله العلي القدير احنا كنا نعتقد أن البرق ينزل وتنتهي المسألة نحن لا نرى النزول نرى الرجوع فقط نرى الرجوع نرى الرجوع هو لكن نظنه ينزل لأن سرعة نزوله أعلى بكثير من سرعة رجوعي صلى الله على محمد حتى إنهم يقولون هو ينزل بشكل خطوات ويمر مرورا ولكنه يرجع بشكل مفاجئ دقة حتى في هذه اللفظة في التفضى يعني هو يقولون لك يسمونها steps يعني خطوات ينزل انظر خطوات عبارة عن كل خطوة تقاس بالميكرو الثانية أي بالواحد بالمليون من الثانية واحد بالمليون من الثانية يا الله يا الله ولكن عندما تلتقي هتان الشحنتان ويحدث هذا البرق الراجع يرجع خلال تقريبا خمسة وعشرين بالألف من الثانية الله أكبر لا ترى من الث يستحيل يعني زمن ومضة البرق سبحان الله يعتبر يعني قياس دقيق جدا بالميلي الثانية الميلي الثانية هي جزء من الألف من الثانية الله أكبر كما نقول ميلي متر جزء من الألف من المتر فالميلي الثانية يزمن الألف وبالتالي فإن زمن ومضة البرق يكون بحدود مثلا خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين يعني ضمن مجال حسب بعد الغيمة حسب ظروف الجوية حسب درجة الحرارة الرطوبة كلها تؤثر ولكن هي تقاس بعشرات الميلي الثانية هذه الومضة دكتور يعني دعني أوجه كلمة بعد هذا فضل الاقشار الجسدي من هذا الكلام أقول لمن يسمعني أبعد هذا الإعجاز النبوي تبتعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم تكذبه تقول أنني لا أؤمن إلا بالقرآن يعني شيء عجيب الأرقام التي يتحدث بها باحثنا ودكتورنا الغالي في الحلقة أرقام تدل على أن هذا العطاء وهذا الكلام الدقيق الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي إله يملك الكون وما فيه برقه وسمائه وأرضه ويرسل على لسان نبيه حقائق يثبتها العلم لا نملك إلا أن نقول فمبلغ العلم فيه أنه بشرا وأنه خير خلق الله كله أنزله بعلمه وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا صدق الله العظيم استكمل مع حضرتك دكتور الحديث عن البرق والإعجاز النبوي في هذه الألفاظ التي تكلم عن قضية البرق ورجوعه إلى الأرض الحقيقة ظاهرة البرق ظاهرة معقدة نسجت حولها الأساطير يعني مثلا في زمن النبي أنت قلت يدعون أن النبي لم يأتي بجديد وجاء بثقافة عصره ذلك العصر أفضل علماء الغرب في ذلك العصر علماء اليونان كانوا متطورين في الأمور العلمية والكونية والفلكين كانوا يعتقدون أن أفضل تفسير علمي لظاهرة البرق هي أن هناك إله يدعى الإله زيوس سبحان الله يجلس فوق الغيوم ومعه عصى يصعق بها من لا يطيع أوامره هذا أقصى علم هذا أقصى تفسير كان موجودا في القرن السابع الميلادي عندما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لو تأثر النبي بهذا الكلام صحيح ماذا سيقول؟ سيكرر نفس الكلام صحيح ولكن سوف نجد أن النبي في حديث واحد سوف يشير إلى سرعة الضوء إشارة إلى سرعة الضوء سرعة الضوء نعم التي لم تكتشف إلا أيضا في العصر الحديث جدا نشاء الله ويشير إلى حركة البرق ويشير إلى الآلية الميكانيكية لحدوث البرق ويشير إلى الزمن ومضة البرق خمس مجزات في حديث لا يتجاوز سطرين أو سطر ونصف حديث دعني أرى أولا البرق لنشرح مزيدا ثم أعطيك الحديث في نهاية والله يا دكتور نستمتع بهذا الكلام الجميل حقيقة فظاهرة البرق التي صورت حديثا فقط بعد عام 2000 تم تصويرها قبل عام 2000 كانت هناك نظريات ويعني انظر هذه الظاهرة تحدث خلال أقل من طرفة عين نعم 25 ملي ثانية ولكن بالتصوير البطيء تظهر أن الومضة البرق بالفعل هي تنزل نزولا إلى الأرض ثم ترجع رجوعا سبحان الله هناك مرور ثم رجوع نعم يعني ألفاظ دقيقة جدا علميا سبحان الله الآن دعني أخذك إلى كلام حبيبك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتحدث عن موقف من مواقف يوم القيامة نعم كل ناس يمر به وهو المرور على الصراط صحيح لا ينجو أحد من هذا الصراط صحيح وفي نهايته إما إلى الجنة أو إلى النار صلى الله عليه وسلم نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم ستمرون على الصراط فقط ثم سكت هل كان سيصدقه أحد ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عن حديث المرور على الصراط الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام فيمر أولكم كالبرق هنا تأتي ثقافة ذلك العصر على لسان سيدنا أبو هريرة وهو راوي الحديث جميل قال بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق يسأل عن سرع لا يتخيل أن البرق له سرعة وله نظام لا يتخيل ذلك لأن الناس يعتقدون أنه الأمور عشوائية أو لمح البصر نعم قال عليه الصلاة والسلام انظر ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين صلوات ربي والسلام عليكم أنا ما أثار انتباهي أن موقع ناشنال جيوغرافيك أنتج فيلما رائعا جدا عن البرق وقال فيه بالحرف الواحد أن هذا الومضة البرق تحدث من خلال مرور البرق إلى الشحنات الكهربائية إلى الأرض ثم حدوث شرارة تسخن الهواء إلى أكثر من ثلاثين ألف درجة مئوية سبحان الله شعاع البرق درجة حرارته بحدود ثلاثين ألف درجة خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس سبحان الله الشمس ستة ألاف فقط ستة ألاف ثلاثين ألف درجة يا الله لا يستطيع أي جهاز أو مادة في الطبيعة أن تصمد أمام هذه الحرارة الهائلة جميل يولد لك بحدود مئتين ألف أمبير تيار كهربائي مئتي ألف أمبير الله أكبر يعني نحن البشر خمسة أمبير تكفي لصعق إنسان فكيف بمئتين ألف مئتين ألف سبحان الله رهيب فيقولون إن كل هذه الظواهر أيوة هي ومضة برق تحدث in a blink of an eye في طرفة عين قالوا هذا اللفظ بالنفظ نفظ تماما وهو موجود يمكن أن نسمعه والذي سبق به النص النبوي نص النبوي سبق هذا الكلام بألف وأربعمائة سنة قالوا إن هذه الظاهرة أو هذه الومضة تحدث في طرفة عين نفس الكلام موجود على موقع وكالة ناسا الذين درسوا هذه الظاهرة ووجدوا فيها هذه الخاصية أنها خاطفة جدا لذلك الحديث أولا أشار إلى سرعة الضوء البرق عبارة عن ضوء نعم لم يكن نحن نقول أن آنشتاين هو من اكتشف سرعة الضوء وحددها الله أكبر نعم قبل ألف وأربعمائة سنة النبي أشار إليها صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن البرق يمر ويرجع هذه مراحل كانت حتى سنوات قليلة مجهولة لم ترى غير معلومة نعم ثالثا أن هذا البرق يحدث خلال زمن محدد زمن طرفة عين الإنسان اليوم افتح على الإنترنت تقاس بعشرات الميلي ثانية نفس المقياس سبحان الله وكما أن طرفة العين زمنها يختلف من عمر لآخر ومن شخص لآخر ومن مريض لآخر ولكنها تبقى في عشرات الميلي ثاني ومضة البرق يختلف زمنها من غيمة لآخرى ومن منطقة لآخرى وتبقى ضمن عشرات ميلي ثاني الله أكبر نفس المقياس نفس المقياس يعني شيء والله الإنسان يعني أمنا بالله لا يمكن لإنسان عاقل أن يجحد هذه الحقيقة وبالتالي سيؤمن أن هذا المرور على الصراط لابد أن يحدث فتح الله عليك دكتور بارك الله ونشكر لك هذا العطاء العلمي الزاخر وختمة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم لا يسعني بعد هذا الكلام إلا أن أأخذ منك ومن حديثك رسالة إلى من يسمعنا إن هذا القرآن وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما أتان به وما تحدث عنه من حقائق علمية ثابتة نقول ليس عيبا أن الغرب اكتشفوها ثم نحن وجدناها في كتابنا وسنة نبينا من 1400 سنة لأن بعض المتشككين يقول أنتم لم تكتشفوها نعم الإعجاز في أن غيرنا اكتشفها ولكنها موجودة قبل أن يكتشفها هو في كتابنا وسنة نبينا لنفخر أنه سيد الخلق وحبيب الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكما قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره دبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا اشتركوا في القناة